السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا دكتور كريم علي دكتورة واستشاري السموم الإكلينيكية جامعة الأزهر القاهرة أخصائي طب الأسرة ماجستير جامعة أرادية رومانيا وخبير تغذية علاجية سبعة ألاف فرد بيدخل هذه القناة كل يوم يبقى فرد جديد من أفراد عائلة فكر تاني عدنا المليون في سبع شهور فلدي أنا أحط الفيديو ده في مقدمة القناة قبل ما تسمع كريم علي عندك خمسة وتسعين حلقة مش هينفع تسمعهم مرة واحدة فهحط قواعد أساسية لازم تمشي عليها مهمة للناس الأدام ومهمة للناس الجديدة عشان ما أضرش حد عشان رسالتي ما تتفهمش غلط عشان ما بقاش مصدر مهاجمة من أفراد وأشخاص وده كترة كتير مش فاهمين رسالتي من الألف ولياء الحلقة دي هتبقى مقدمة القناة انتوا عند الوقت تعرفتوني تعالوا نعرف رسالتي وازاي تستفيد من هذه القناة وتغير حياتك في فكرة تاني نبتدي الحلقة أهلا بكم أنا لما ابتديت أتكلم في هذه الحلقات بدايتي كانت مفروض تبقى حاجتين أول حاجة أنا بقول لك الوقاية من الأمراض الكتير صدقوني أنا هعمل ملخص للخمسة وتسعين حلقة لفاتو الوقاية أهم الوقاية من السرطنات من السكر من الضغط من تصلب الشرايين من الأمراض المنعية من أمراض الحساسية الوقاية أهم هتلاقوني دايما بتكلم وقاية نفسك بترك الأكل الفلاني بترك النظام الفلاني ارجع لطبيعي ارجع لحياتك اللي المفروض ربنا خلقك عشانها مش قاعد قدام التلفزيون بتاكل شبسي وبيبسي ما بتروحش رياضة ما بتتنفس صح ما بتاخدش المكملات الأساسية اللي مش موجودة في الأكل فالوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية هادي أول رسالة الرسالة التانية انت دلوقت صاحب مرض عندك مرض مناعي عندك سرطاء عندك أي حاجة أول حاجة هتسمعها دكتور كريم علي بيقوب بيحرط كل الناس ان هما يسيبوا الأدوية ادي أول غلطة أنا مش أنا لست محارب للأطباء ولست محارب لشركات الأدوية ولست محارب للطب اللي أنا درسته والطب اللي اتخركت منه لأن مكلمة محارب أو حرب الطرفين بيخسروا أنا ببني مبدأ جديد أنا مؤمن بيه فخلونا نتكلم أنا ببني المبدأ وليس بحارب أنا ما بحاربش أي حد دي نقطة حطافة في نواق مهم قوي طب انت بتقول للناس ان الضغط ماينفعش تمشي عليه طول العمر دو السكر مش مرض السرطان مش مرض يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه طول عمرنا عارفين دي أمراض بصوا المبدأ اللي انا اقامن بيه ويا اخواتي الدكاترة اللي بيتفرجوا علي سواء واخدين ضدي موقف او معايا في اللي انا بقوله كلامي مش اختراعي ومش كلام جديد انا بنقل الطب الوظيفي من الغرب للعرب انا بنقل وقلت الكلام ده كتير انا اسدق مين الطب اللي علمه لنا في الكليات اللي امشي من اول يوم لاخر مموت لغاية مموت بشنط دوة ولا اسدق دكتور جول والاك اللي كسب القضية ضد الاف دي ايه وعمل ملايين الابحاث وعمل الاف الالاف من البيوبسيز على البشر وعالج ناس كتير قوي اسدق دكتور او مش دكتور كيميائي خد اثنين نوبل بيقوله و اكتشفت المعدن الناقص انها تعالج كل الامراض دكتور جليدمان دلوقتي عايشين جون بيرجمن ودكتور بيرج ودكتور جوش وده كترة كتير نفس الكلام اللي انا بقوله مش بنقل منهم انا بنقل من المصادر اللي كلنا بنتكلم الطب الوظيفي الطب الوظيفي اتغا ليه انا سيبت الطب العادي انا مزلت طب عادي و بمارس الطب كطبيب اسرة ولكن انا دماغي بقى الطب وظيفي ليه خدت بالي من حاجة في الطب الوظيفي ممكن معاش بالأدوية طول عمري اوبا مش معقولة ان ربنا عامل جسد يجيلي شوية ضغط ابقى عايش طول عمري بالدوى من غيره اموت من غير دوى السكر اموت من غير دوى السرطان اموت من غير من غير من غير اموت يعني هي الامرات ربنا عامل الجسم ضعيف بهذا واحنا بقدرتنا الكبشر ادينا عمري وحياة زيادة بشوية مركبات كيميائية طب هي المركبات الكميائية دي ملهاش اضرار رجعوا الابحاث جبت ابحاث كتير قوي بيقولوا ان اللي بيمشي على الدوى بنسبة صحة بتشخيص صحة مية تمانية وتلاتين الف حالة وفاة بسبب هذا انه ماشي عالجرعة الصح الدوى الصح مات بسبب الدوى فانا فكرت طيب العلمونة في الكلية اكتب الرشدة والدهالو طيب في التخزية اللي هو البنزين اللي هو الجهاز الهضم بيت الداء ما كلموناش الدكتور ما بيكلمنش عليه ما بيكلمنش عالمعدن والفيتامينات اللي هي بالعقل كده وقدك الاساسي اللي لازم هي بتعييشك فانتا نقصد اكيد هتسبب مرض طب ما اصلح التخزية الاول اصلح الجهاز الهضمي والمايكروبيوم اللي هو في خلال عشر سنين هيحل تسعين في المية من امراض البشرة حتى الاكتئاب وحتى الانتحار وحتى السرطان وحتى كل حاجة هتتحل بالمايكروبيوم خلال عشر السنين الجاي هو وإيه الستيم سيلز فالله يبقى ليه بقى نخلي الناس تعتمد على الدوى تيجي بقى نقطة انا بحارب الأدوية ولا لا انا ما بقولش بحارب انا بقول ما تقع واحد اوعى تسيب علاج مزمن ابدا الا بشروط اول حاجة حضرتك مريض دوى ماشي عليه بقى لك سنتين تلاتة وعيان بقى لك عشر سنين حضرتك جسمك اعتمد على المركب الخطأ ده ودخل في تركبته فانا عشان مثلا مثلا مرض مناعي مثلا المناع دي هم بيقولوا ده يدرس هنان ان الجهاز المناعي ناشيط قوي 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 فقال ايه بيخبط في الجسم بقى من قوته بيخبط في الغدة الدراقية بيخبط في الجلد بيخبط في البنكرياس هم بيقولوا كده إنما الطب الوظيفي يقول إيه؟ هو اختلط علي الأمر لأننا مثلا حصل ارتشاح أمعاء في بروتينات غريبة تخيل أنت دلوقتي خدت حقنة لحمة عملت اللحمة في خلاط وضربتها في الوريد بيحصل إيه؟ قل لي أنت فكر ده بيحصل ارتشاح الأمعاء الارتشاح الأمعاء يعني الحاجز بين الدم وبين الأمعاء باز فكل الأكل بيدخل الدم اضرب حقنة لحمة، اضرب حقنة شربة عاتس، اضرب حقنة بطاطس بالمحمرة بالبيونيز اضرب في الدم تقدر؟ طب ما هو ده رشح الأمعاء فدلوقتي الجهاز المناعي لقى بروتينات وحاجات غلط كتير قوي دخلت الدم فابتدى يفقد التركيز، ابتدى يتشغل في حاجات ويسيب حاجات ابتدى يختل معادلته مجرد مصفق صلحنا الأمعاء ابتدى يفوق فأنا دلوقتي عندي مرض مناعي هل أسيب الكورتزون اللي بقى؟ هم فاهمين أنه لما أنا أصبت المناعة والعيان يموت بأي فيروسات ولا بكتيريا ولا يجيله سرطانات بسبب المناعة الواقعة هو ده الحل؟ لا، أنا أعمل إيه؟ أصلح الأمعاء وأنا باخد الأدوية عادي خالص أنا أي مريض بييجي يكشف عندي بقول له إيه؟ انسى أن أنا بتتكلم معاك أنت عايش حياتك وبتروح لدكاترتك عادي خالص كل حاجة كمان ست شهور أبدأ بقى أقول لك نتكلم مع الدكاترة والأدوية وتقليل الأدوية إنما أول ست شهور أنا بابني من تحت أبني الأمعاء أبني المناعة أبني الجهاز العصبي أبني المعدن والفيتامينات لغاية موصل بقى الجسم قوي تمام أبتدي بقى هو نفسه هيلحظ الجرعات بتدي التقل الجسم مش مابتدى المضادات اللي في الدم تقل ساعاتها أبتدي أفكر أقل للدوة واحدة واحدة أو في ناس ممكن ما تقدرش الجهاز منك أنا قلت برضو في حلقة قبل كده ألخصها لكم إن كل واحد عليه فطورة الجسم كل أكل مش صحي وما بينامش في المعاد المناسب وما بيلعبش رياضة وما بيتنفسه وبيدخن فجسمه خلاص وما فيش معادن وفيش فيتامينات فابتدى ينهار ابتدى يغوص في الأمراض عشان تطلع توقفه على رجله على حسب ما جسمك شال منك على حسب ما هيتأخر عليك في الرد ممكن في ناس سابت الأدوية بعد ثلاث سنين وفي ناس سابتها بعد شهر ليه؟ لأن ده تقل على جسمه قوي تقل على الكبد بالمبيدات الحشرية وبالسكر الكتير وبالزيوت النباتية وبالزيوت المهدرجة وبالشامبل اللي فيه مواد مصارتينة واواوا فخلاص جسمه واقع جسمه عجز وهو شباب فعشان يرجع للحياة تاني عايزه سنتين تلاتة اربعة واحد تاني ده كان رياضي ومحافظ على أكله بس حصله كابوة شهر واحد المنعة بترجع كويس فهمتوا؟ يبقى أنا ما بحاربش شركات الأدوية أنا بحارب اللي يقولك عيش بالشان اعتمد على هذا الدواء حتى الممات من غير ما تحاول تصلح الأصل من غير ما تصلح التغذية من غير ما تصلح المعدن والفيتامينات من غير ما تقلل الاسترس لأن الاسترس سبب كل أمراضنا يبقى دي اول حاجة أنا مش بحارب حد محدش يقولك دكتور كاريم بيقولك سيب الأدوية هذا غير صحيح تماما النقطة الأولى النقطة التانية اننا هيتسمع ان بيقولوا انه ما بيعتمدش على الأبحاث اللي هو المبني على الأبحاث لا انا حضرتك مبني على الأبحاث وبحط الأبحاث والطب الوظيفي ليه أبحاث تانية خالص بس حضرتك لما ناجي مثلا اقولك الحجامة الحجامة وفي حد عمل أبحاث في هارفورد على الحجامة في حد عمل أبحاث على انك تحط عسل بالسرة بيتحاكوا علينا أنا دكتور باشري على فكرة وبتكلم في الحاجات دي أنا واخد دكتوراه من جامعة الأزهر في الطب البشري أنا مش راجل دجال أنا واحد درست الطب الاخر وجبت الدكتوراه البي اتش دي بتاعته يعني اخره الناس اللي بيعارضوا انتو لسه موصلتوش تاخدوا بي اتش دي فدلوقتي اخلصت الموضوع ايه؟ أنا رسلت للناس الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية لو جالك مرض صلح الأساسات الجهاز العصبي بطل السرس بكل كويس ابعد عن المضرات في الأكل زي اللبن البقري وأثبت ليه وزي البقليات وأثبت ليه زي السكر كل أعداء النجاح بيقولوا ان السكر غلط فده مش يعني مش متفقين الدقيق انه بيتحول سكر الجلوتين السل يكمل العالم فلما تشيل الحاجات دي وتاخد شوية معايد وشوية فيتامينات أنا مش ضد شركات الأدوية مش بحاربها إلا لأن هم عايزين يحشروا إن أنا نعيش على الأدوية العمري أنا ضد ده إن أنا ما حاولتش أصلح الأصل أنا ضد ده طب ما على فكر أنه لما مش موجود زينك مثلا في الأكل بتاعي طب ما أنا لما بقول للناس خدوا مكمل الزينك طب ما دي شركة أدوية اللي عاملها البروبايوتيك الشركة اللي عاملها اللي بيصلح لك المايكروبيوم يعني بحارب في فين أنا مش بحارب أنا باب بقول للناس خلوا بالكو فيه حاجات كتيرة قوي تساعدنا إن إحنا نعدي من مرحلة المرضي فيه مبدأ أساسي قوي عايز أتكلم عليه أنت مش مريض مش مريض يعني بتدور على الصحة أنت واحد صحيح بيدفع عنه المرض اللي جاله أنت واحد منعتك تمام عايز تستردها أنت واحد جسمك عبقري في تصدر الأمراض بس أنت بترجع هذه الحالة أنت أصلك الصحة وليس أصلك المرض فأنا برجع الجسم الأصله اللي هو أصله الصحة اللي هو أصله الهضم الكويس اللي هو أصله أن أنا أبقى خفيف الأصله أن أنا نم على طول من غير منومات أصله أن أنا أتحدى أي سترس أصله أن أنا لعب رياضة وأتحرك وحرك جسمي وقلبي كثير أنا برجع للأصل ولذلك اللي أنا بقوله هو الطب الأصيل وطب الأدوية هو الطب البديل تأهم الحاجات الرسالة اللي في دماغي النقطة اللي بعد كده هل يا دكتور إننا ينفع أفضل عيش عائل على المكملات طول عمري؟ المكملات هي مش مكبص هي اسمها مكملات يعني لازم الغزاء وده يكمل إنما لو ما خدتش الأصل ما فيش حاجة هتكمل هتكمل إيه؟ ما أنت معندكش الأصل فالغزاء سمى الغزاء سمى الغزاء بس المعاة الفيتامينات مفهاش مشاكل لو كالت كويس إنما ولو تعرضت للشمس إنما المعادن في مشاكل عندنا في المعادن فانتا اتأكد في ستين معدن من الزينك و من البيديم و كروميام و سيلينيام و حاجات كتير و نحاس و كبر و الزينك و حاجات كتير كل ده عايزه كل يوم الصبح فلازم كل يوم يدخل لك الفيتامينات و المعادن و الأمين و أسدس و الأحماض الدهنية كل يوم كل يوم سيقع بعد سنة اثنين ثلاثة اربعة لأن جسمك بيشتغل شغل رهيب بينظف سموم و بيحارب لسترس و بيخلي مخك شغال و الأمعاء شغالة و الجهاز التاناسولي شغال فشغال مصانع شغال عايزة وقود واخدها المعادن و الفيتامينات من غير معادن و الفيتاميناتها تقع منك وصلت يبقى ده أنا دي القناة أنا مش عامل قناة أنا عامل عيلة اسمها فكرة تاني العيلة دي بيخاف بعضهم على بعض بيدوا رسالة للعالم ان احنا نرجع للأصل محدش معرفش الناس اللي بتعارض ان انا ارجع الناس للأكل والناس للرياضة والناس للتنفس الطبيعي والناس للمكملات اللي هي تقل نقصة من الأكل ده معارض ناس في ايه مش عارف فدي رسالة حط في دماغك هذا قبل ما تتفرج على الفكر التاني قبل ما تعرف من هو كريم علي اعرف ان انت عايز تفهم جسمك دي حاجة فيه نقطة قبل ما اقفل الحلقة دي اوعى تستغن عن الطبيب انا مش معنى ان انا بقولك انك تعمل ويندوز يبقى ما تروحش ال اي تي مهندسين اي تي انك جلدة الحنفية لو اعرضها كذا ما تروحش لسباك انا ما بوقفش رزق حد وما قدرش اقولوكم ما تروحش ليدكاترة ده مش بالعقل يا جماعة انما فيه فرق لما انا اصلح حاجات كتير قوي من غير ملحل للدكتور من غير مصرف مصرف الدكتور الاكل مش محتاج دكتور والمكملات مش محتاجة دكتور از معادل متعددة وفيتامين دال مش محتاجة دكتور تاني حاجة لما اروح دكتور ابقى فاهم عندي مرضي فاهم اعرض له المشكلة اللي عندي بطريقة اسهل واوضح افهم دكتور بعايز مصلحتي ولا عايز مصلحة الادوية دي رسالة انما عشان كده فيه ديسكلمار تحت او يعني الجمه اللي تحت في كاتبها ان البرنامج ده تعليمي وليس يعني استغناء عن الاطباء واستغناء عن الطب التاني ويستغناء عن الدنيا كلها وطوع تتفرج على اليوتيوب وقلت كده راجعوا فيديوهاتي او عتسدق حتى كلامي وتاخده مسلم لازم تدور وتجرب على جسمك وتجرب ايه الي ينفعك واذا ما ينفعكش وما تثقش في كلامي الا لما تتأكد منه مش ينفع باء عندك مرض خلاص انا سمعت اليوتيوب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لان مهما عملت مهما عملت انا بقى لستة وعشرين سنة حطت ايدي في الطب من سنة من وانا كان عندي تمنتاشر سنة من سنة اولى طب اول محاضركة الجهاز العصبي سنة اولى لغاية دلوقتي حطت ايدي في الطب فمش ممكن انت هتاخد هتفهم اللي انا بقوله كله انت هتاخد الحاجة اللي تفيدك انما لا يمكن تعرف الفيسيولوجي والباسولوجي وتعرف الفارماكولوجي وتعرف طب الامراض وتعرف الحاجات دي كلها هتعرفها ازاي فما تحاولش تبقى دكتور انا بديك المعرفة بتبسيط انك تبقى فاهم مرضك فاهم بيحصل ايه فاهم ايه الخطر اللي عليك تاخد الوقاية منه ازاي العلاج يبقى عامل ازاي بس لازم تتابع مع طبيب وانا دلوقت انت فاهم الطبيب الكويس من الوحش ايه يبقى انا كده عملت الامانة وصلت قبل ما اقفل برضو عشان تعرفوا كريم علي القناة دي قناة للصحة بس عندي قناة تانية اسمها دكتور كريم علي قصص النجاح ازاي تفكر عقلك ازاي تتحدى مشاكل الحياة عندي صفحة انستجرام للفن يعني مش للطب الاماكن اللي بسافرها الاكلات اللي بكلها نظام اكلي حاجات فن صفحة الفيسبوك دكتور كريم علي احطوا لكم صورتها دي الوحيدة اللي مسؤول عنها لان فيه جروبات كتير معرفش عنها حاج فيه مجموعات كتير معرفش عنها حاج فيه صفحات كتير معرفش عنها حاج الصورة اللي قدامكو دي بس صفحتي وما بردش على اسئلة الا في اليوتيوب وما بعملش اللي عايز يحجز استشارات خاصة على موقع الرسمي بس واسعاري مش غالية الاستشارات الغالي فعلا اللي بيقولي ان في عندي مشكلة في خلال 24 ساعة فضي لنفسك وتعالك شف علي اسم ونكشف المستعجب ده اوكي لان انا بسيب اي حاجة وبعد للحالة دي اعود ساعة ساعة ونص معها دولي عشان اشوف المشكلة ايه ده اوكي لازم يبقى سعره عالي انما الاسعار التانية دايما فيه خصومات ودايما اللي عنده مشكلة او بيبعت للقناة او يبعت للصفحة انا عندي مشكلة او انا من غز انا من كزا ما بتكلمش في الفلوس انا الحمدلله يعني مش محتاج فلوس انا محتاج اساعد الناس عشان ده بيساعدني دنيا واخره دي رسالتي شكرا لمليون متابع فقل من سبع شهور شكرا لسبع تلاف فرد كل يوم بيدخل العيلة رسالتي لكل الاطباء انا مش عدو حد انت عندك مدرسة وانا عندي مدرسة نتعاون عشان نرفع مستوى الصحة لو ده هدفك انا مش بعادي اي حد انا بوصل طب وظيفي موجود ومتقصل وعايش من مئات السنين من قبل طب الحديث ما يوجد ومن قبل هذه الادوية ما تيجي عالة فكرة تاني شكرا للثقة وهفضل عايش وموت ادور على اخر بحس الامبارح عشان اوصله لكم عشان اقيكم الامراض وفهمكم امراضكم نعالج الامراض اللي الناس متخيلة ان هي امراض شكرا لكم انا كريم علي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وعليه نيب وتروحوا بعد وقت اتفرجوا على الحلقات برحتكم شكرا لكم سلام عليكم باي